بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تارف الشيخ عبد العز بن عبد الله بن باز شرع الشيخ هيثم بن محمد سرحان يقرأ عليكم عمر المساطي المجلس الثالث الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة وهي تسعة واحد الإسلام اثنان والعقل ثلاثة والتمييز أربع ورفع الحدث خمسة وإزالة النجاسة ستة وستر العورة سبعة ودخول الوقت ثمانية واستقبال القبلة تسعة والنية الشرط الأول الإسلام وضده الكفر فلو صلى من يسب الرب أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله فصلاته باطلة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى الشرط الثالي العقل وضده الجنون والسكران من باب أولى الشرط الثالث التمييز وليس معناه البلوه لكن معناه التفريق بين الأشياء أي يعرف السؤال والجواب وليس له سن محددة ولكن يميز في الغالب ابن سبع سنين متى تصح صلاة الصغير إذا كان يميز بين الأشياء أي يعرف السؤال والجواب والفرق بين الماء والنار مثلا وإلا كانت صلاته باطلة الشرط الرابع رفع الحدث ويدخل فيه الحدث الأكبر ويرتفع بالاغتسال والحدث الأصغر ويرتفع بالوضوء الشرط الخامس إزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب فلو صلى عليه نجاسة عالما بها قادرا على إزالتها ذاكرا إياها فصلاته باطلة وإزالة النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام نجاسة مغلضة وهي نجاسة الكلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا والغ فيه الكلب سبع مرات أولى هن بالتراب أخرجه مسلم ونجاسة مخففة وتزال بالنضح وهو الرش فقط بدون عصر وتكون لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي والمني مع أنه طاهر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضحه إذا كان رطبا ويفرقه إذا جف ونجاسة متوسطة وتزال بالغسر وهو الرش مع العصر وتكون لغير المغلضة والمتوسطة مثل بول الرجل والمرأة وغير ذلك من النجاسات الأعيان النجسة بول الآدمي وعذرته وبول وروث ما لا يؤكل لحمه والسباع كلها نجسة إلا ما يشق التحرز منه مثل الهضة والبغل والعمار والدم المسفوح وهو الذي يسيل من الحيوان بعد الذبح والدم الخارج من السبيلين والميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس أي دم له سائلة وميتة البحر والجراد الشرط السادس ستر العورة والعورات ثلاثة مخففة وهي عورة الذكر بن سبع إلى عشر يشترط أن يستر الفرجين ومغلضة وهي عورة المرأة الحرة البالغة عليها أن تستر جميع البدن إلا الوجه وعليها أن تغطيه بحضرة الأجانب وعورة متوسطة وهي لمن عداهم ويشترط ستر ما بين السرة إلى الرقبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة الشرط السابع دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولا بعده إلا إذا كانت تجمع مع غيرها لعذر فإن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أثم الشرط الثامن استقبال القبلة ويستثنى من ذلك النافلة في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته ومثلها في زمننا الصلاة في الطائرة ويستثنى من عجز عن استقبالها أو خاف به عدوا الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة ولو تقدمت قبل الصلاة بوقت أو نوى مجرد فرض الوقت صحت صلاته تنبيهات مهمة واحد لا يقبل في ترك الشرط لا جهل ولا نسيان ولا عمد إلا إذا صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة لأن هذا من الترك للفعل اثنان الشرط تكون خارجة عن العبادة وتتقدم عليها ولا بد من وجودها إلى نهاية العبادة الدرس السابع أركان الصلاة أركان الصلاة وهي أربعة عشر واحد القيام مع القدرة اثنان تكبيرة الإحرام ثلاثة قراءة الفاتحة أربعة الركوع خمسة الاعتدال بعد الركوع ستة السجود على الأعضاء السبعة سبعة الرفع منه ثمانية الجلسة بين السجدتين تسعة الطمأنينة في جميع الأفعال عشر الترتيب بين الأركان الحادي عشر التشهد الأخير الثاني عشر الجلوس له الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الرابع عشر التسليمتان الركن الأول القيام مع القدرة في الفريضة القيام ركن في الفريضة ويسقط بعدم الاستطاعة على القيام بالكلية أو بأن قدر على القيام مع ذهاب الخشوع وإن قدر على القيام ولو يسيرا قام في النافلة يصح أن يصلي النافلة تجالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم أو على جنب وله نصف أجر القاعد الركن الثاني تكبيرة الإحرام ولا يجزئ إلا نفض الله أكبر الركن الثالث قراءة الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية قراءة تامة مرتبة بآياتها وحركاتها وكلماتها وحروفها وتسقط إذا أدرك الإمام راكعا الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال وتتحقق الطمأنينة بقول الذكر الواجب في كل ركن تنبيه مهم الأركان تكون داخل العبادة ولا يقبل في ترك ركن من الأركان لا جهل ولا نسيان ولا عمد ولا تجبر بسجود السهو ويؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة أما الصلوات التي صلىها وترك فيها بعض الأركان فيعذر فيها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيئة في صلاته بإعادة كل الصلوات وأمره بإعادة الصلاة الحاضرة مع أنه ترك فيها الطمأنينة وهي ركن والله عالم الدرس الثامن واجبات الصلاة واجبات الصلاة ثمانية واحد جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اثنان قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ثلاثة قول ربنا ولك الحمد للكل أربعة قول سبحان ربي العظيم في الركوع خمسة قول سبحان ربي الأعلى في السجود ستة قول ربي اغفر لي بين السجدتين سبعة التشهد الأول ثمانية الجلوس له تنبيه مهم يجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع بهذا اللفظ ثم يستحب أن يزيد بما ورد وكذلك في السجود قول سبحان ربي الأعلى بهذا اللفظ فقط ثم يزيد بما ورد الدرس التاسع بيان التشهد التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صلي على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يستعيد بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب ولا يشاء وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة الدرس العاشر سنن الصلاة سنن الصلاة ومنها واحد الاستفتاح اثنان جعلوا كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده ثلاثة رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة أربعة ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود خمسة ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجتين ستة جعل الرأس حيال الظهر في الركوع سبعة مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخدين والفخدين عن الساقين في السجود ثمانية رفع الذراعين عن الأرض حين السجود تسعة جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجتين عشرة التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى الحادية عشرة الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء الثاني عشرة الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول الثالثة عشرة الدعاء في التشهد الأخير الرابعة عشرة الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء الخامسة عشرة الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء السادسة عشرة قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع هنا الركوع دعاء الاستفتاح يكون الاستفتاح في الصلاة عقب تكبيرة الإحرام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بعد بيدي وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة وهي ثمانية واحد الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك اثنان الضحك ثلاثة الأكل أربعة الشرب خمسة انكشاف العورة ستة الانحراف الكثير عن جهة القبلة سبعة العبث الكثير المتوال في الصلاة ثمانية انتقاض الطهارة المبطل المبطل الأول الكلام العمد مع الذكر والعلم يستثنى من ذلك الفتح على الإمام إذا سهى أو أغطأ في القراءة حالات الحركة في الصلاة أولا حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة كالأكل ثاليا حركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة كالالتفات اليسير ثالثا حركة مباحة وهي الحركة لحاجة كحكه لحيته رابعا حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد فرجة خامسا حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة كإزالة النجاسة تنبيه مهم تقدمت شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها فما الفرق بينها الشرط خارج ما هي العبادة أما الركن والواجب والسنة فهو داخل ما هي العبادة والشرط يستمر في كل العبادة أما الركن والواجب والسنة فهو يقتصر على جزء من أجزاء العبادة الشرط السهو والواجب يجبر بسجود السهو سجود السهو أسباب سجود السهو ثلاثة أولا الزيادة مثل أن يزيد الإنسان رقوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا والسبب الثاني النقص مثل أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة ويفوت محله السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك كأن يتردد كم صلى أثلاثا أم أربعا وهو نوعان الأول شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة فهذا لا يلتفت إليه مطلقا حتى يأتي اليقين والنوع الثاني شك داخل العبادة فإن كان كثيرا فلا يلتفت إليه وإن كان قليلا يبني على ما ترجح لديه فإن تساوى عنده الأمران بنى على الأقل ملاحظات إذا سهى المصلي في السهو فلا شيء عليه وصلاته صحيحة إذا ترك المصلي ركنا فلا تصح الصلاة حتى يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو إذا ترك المصلي واجبا سهوا وذهب محله سجد للسهو ملخص مصور لصفة الصلاة الأولى ليتطهر المسلم في بيته ويلبس أحسن الثياب ويمشي إلى المسجد وله أن يركب في سكينة في الحركات ووقار في الهيئة أي لا يهرول أو يجري أو يكثر من الالتفات أو رفع الصوت فإذا وصل إلى المسجد خلعن عليه ووضعهما في الأماكن المخصصة لهما ويضع معهما الدنيا فيحرم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المساجد ويقدم الرجل اليمنى عند الدخول ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك واليسر عند الخروج ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك وتقدم الرجال إلى الصف الأول ويتأخر النساء فإن كانت الصلاة قد أقيمت كبر للإحرام ودخل مع الإمام على أي هيئة كان عليها الإمام وتحسب الركعة بإدراك الإمام قائما أو راكعا فإذا سلم الإمام قضى ما فاته وإن دخل إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد صلى الراتبة القبلية فإن لم تكن للصلاة سنة قبلية صلى تحية المسجد قبل أن يرلس ولا يتعدى على حرمة المسجد بالنظر في السلاعة أو التنحلح لتقام الصلاة يسن أن يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة وسترة الإمام سترة لمن خلفه ويجعل ما بين قدميه كما بين منكبيه لا يزيد ولا ينقص ويسوي خارجهما بعد أن يأتي بشروط الصلاة يقول الله أكبر معرفة ليدين مضمومة الأصابحة والأذنين أو المنكبين ويجعل باطن الكفين جهة القبلة ثم يضع باطن كفه اليمن على ظاهر كفه اليسرى والروس والساعد أو يقبل ويجعل بصره إلى موضع سجوده وله يلتفت ثم يستحب له قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط والأولى أن ينوع بين الأدهية الواردة في الاستفتاح ثم يستعيد بما ورد كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بحركاتها وكلماتها وحروفها وآياتها ثم يقرأ ما تيسر من القرآن استحبابا بلا استعاذ ويبسمل في أول السور فقط ثم يرفع كما رفع في تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ويركع ويقبض على ركبتيه ولا يثني مرفقيه ويجعل الظهر مستويا مع رأسه ويقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم ويستحب له أن يزيد بما ورد ثم مع الرفع وقبل الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد ويستحب له أن يزيد بما ورد ثم يكبر بلا رفع لليدين ويسجد على الأعضاء السبعة الجبهة والأنف وباطن الكفاين والركبتين وباطن أصابع الرجلين ويجافي بين الإبطين وبين البطن والفخذ وبين الفخذ والساق ويرفع ذراعيه عن الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا ويستحب له أن يزيد بما ورد وله أن يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بالأدعية الواردة ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابعها إلى القبلة ويجعل باطن الكفين على نهاية الفخذين هذا الجلوس في كل جلسات الصلاة إلا في الثلاثية والرباعية في التشهود الأخير يتورك بأن يجعل رجله اليسرى تحت ساق اليمنى ثم يكبر ويسجد كالسجدة الأولى ثم يكبر ويقوم للركعة الثانية ويصنع فيها كما صنع في الأولى إلا أن الثانية ليس فيها تكميرة إحرام ولا دعاء استفتاح فإذا فرغ من السجدة الثانية جلس للتشهد وأشار بإصبعه المسبحة أي السبابة وحلق المسطى والإبهام يحركها يدعو بها ويقرأ التشهد وجوبا فإن كانت الصلاة ثنائية ذات ركعتين صلى الصلاة الإبراهيمية وجوبا واستعاذ من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ودعا بما أحب والأولى بما ورد مع قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره يلتفت برأسه فقط دون منكبيه وبدون تحليك للرأس للأعلى والأسفل ودون إشارة بيده وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد قراءة التشهد الأول مع استحباب قراءة الصلاة الإبراهيمية يكبر ويصلي الثالثة ويجلس للتشهد إن كانت ثلاثية وإن كانت رباعية صلاها ثم جلس للتشهد الأخير يقرأ التشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويستعيد من أربعة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ويدعو بما أحب والأولى بما ورد مع قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعسن عبادتك فإن كانت الصلاة فريضة استحب له قول الأذكار الوردة بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة الجميع تسع وتسعون ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تنبيهات المهمة تقدم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة الواجبة في الصلاة فليحذر المصلي من أن تنكشف عوراته في أثناء الصلاة فتبطل صلاته بذلك إذا صلى مأموم مع إمامه فإنه يسرع أن يقف عن يمينه ويحاذي بين الأكعب فلا يتقدم عليه ولا يتأخذ وكذلك يقف مع من إلى جانبه من المصلين ملخص في الصلاة الاسم صلاة الجمعة حكمها فرض وقتها وقت الظهر وعددها ركعتان وتكون صلاة الجمعة جهرية وتؤدى جماعة بثلاثة رجال فأكثر صلاة الكسوف حكمها فرض كفاية ووقتها وقت حصول الخسوف وهي ركعتان تؤدى صلاة الكسوف جهرية برقوعين في كل ركعة صلاة الوتر حكمها سنة مؤكدة ووقتها من بعد العشاء إلى الفجر وعددها من ركعة إلى إحدى عشرة ركعة أما صفتها فتكون إما ركعة واحدة أو ثلاث ركعات متصلات يجلس للتشاهد في الأخيرة فقط أو أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة أو خمس ركعات يجلس للتشاهد في الخامسة فقط أو سبع ركعات يجلس للتشاهد في السابعة فقط أو تسع ركعات ويجلس للتشاهد في الثامنة ويقوم للتاسعة دون سلام وأتشاهد فيها ويسلم أو ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة راتبة الفجر حكمها سنة مؤكدة وتكون قبل صلاة الفجر وهي ركعتان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص سنة الظهر سنة وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده أما عددها فهي أربع ركعات ثم ركعتين صفتها ركعتين ركعتين منفصلة سنة المغرب حكمها سنة تكون بعد صلاة المغرب وهي ركعتان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص سنة العشاء حكمها سنة وقتها بعد صلاة العشاء وهي ركعتان الترويح حكمها سنة تكون من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وهي من ركعتين إلى عشرة تحية المسجد حكمها واجبة تكون عند دخول المسجد وقبل الجلوس وهي ركعتان صلاة الضحى سنة ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال وهي من ركعتين إلى ثمان ركعات صلاة الاستخارة سنة تكون في أي وقت وهي ركعتان يدعو قبل السلام بدعاء الاستخارة صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة وتكون من ارتفاع الشمس قيد رمح وهي ركعتان وصفتها وصفتها يكبر فيها كتكبير العيد سابعا مع تكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية دون تكبيرة الانتقال صلاة العيدين سنة ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وهي ركعتان وخطبتان صفتها يكبر فيها سبعا مع تكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية دون تكبيرة الانتقال أوقات النهي عن النوافل المطلقة واحد من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح اثنان من صلاة العصر إلى الغروب ثلاثة من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة